بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم طلاب وطالبات الصفح السادس الابتدائي مجددا في تكمل الدروس مادة الرياضيات سوف أقدم لكم الدرس معكم الأستاذ إبراهيم العواجي ويرفقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ عماد أذويب اليوم بإذن الله رح نتكلم عن ماذا؟ رح نتكلم عن استكشاف النظام المتري سوف نتعلم ما هي وحدات هذا النظام المتري نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم استكشاف معمل القياس والنظام المتري هنا نلاحظ البركود الذي أمامي بإمكاني الحصول على الدرس مباشرة من خلال هذا البركود فكرة الدرس أقيس مستعملا الوحدات المترية ننتقل هنا هنا لدينا ماذا؟ التعريف وكذلك جدول الوحدات هنا الوحدات المترية وهنا رمز كل وحدة وهنا مقدارها من المتر نقرأ هنا يعد المتر وحدة القياس الأساسية في النظام المتري وكل الوحدات الأخرى المتبقية تعرف أو تعرف بدلالة المتر وفي الجدول المجاور تجد وحدات الطول المترية الأكثر استعمالا طيب هنا نلاحظ أن هذه هي وحدات المترية الأكثر استعمالا الملي متر والسانتي متر والمتر والكيلو متر دعونا نتعرف على رمز كل هذه الوحدات الملي متر رمزه ماذا؟ ميم ثم لام ثم ميم لكن يا أبطال ما نقرأها بهذا الشكل؟ هي اختصار لكلمة ملي متر إذن إذا شاهدتها بهذا الشكل أقرأها ملي متر ولكن عند الكتابة نكتبها ميم لا ميم للاختصار فقط لكن لما تجي تقرأها تقرأها ملي متر بشكل كامل طيب نشوفها اللي بعدها وهي ماذا؟ السانتي متر وش رمزة يا أبطال؟ نلاحظ أن مكتوب سين ثم ميم لكن ننطقها سانتي متر نكتبها فقط للاختصار جنب العدد لكن نجينا ننطقها بشكل كامل وكذلك هنا لدينا ماذا؟ المتر ورمز ميم إذن يقرأ متر ويكتب للاختصار بهذا الشكل الكيلو متر يكتب كاف لا ميم ولكن يقرأ كيلو متر طيب هنا هذا الجدوى المعرف بدلالة المتر بدلالة المتر إذن المتر هنا مقدارة من المتر يساوي واحد صح؟ أن المتر مقدارة بنفس المتر واحد طيب السانتي متر هاي أبطال ما هو مقدارة من المتر؟ جزء من مئة جزء من مئة وكذلك الملي متر جزء من ألف إذن نلاحظ أن هنا الملي متر هو الأصغر ثم يليه سانتي متر ثم المتر وهنا الكيلو متر ما هو مقداره من المتر؟ ألف إذن مقداره من المتر وهو ألف طيب نكمل هنا تقسم الوحدات المترية على المصطرة أو شريط القياس إلى أجزاء من العشرة والمصطرة الآتية مقسمة إلى سانتي مترات طيب خلونا نشوف هذه المصطرة ما هي الوحدة المعرفة فيها؟ سانتي متر شوف هنا اكتبها للاختصار سين ثم ميم لكن تقرأ سانتي متر طيب يا أبطال هنا صفر ثم واحد واثنان وثلاثة طيب هذه واحد واثنان وثلاثة ماذا تعني؟ أو ما هي وحدة قياسها؟ أحسنتم مثلا هنا أربعة سانتي متر إذن هنا أربعة سانتي متر وهنا خمسة سانتي متر، ستة سانتي متر وهكذا طيب الآن نلاحظ هنا شايفين الخطوط هذه الصغيرة اللي بين الصفر والواحد بين كل العددين بين الصفر والواحد أو بين الواحد والاثنين هذه ماذا؟ هذه كلها ملي متر إذن واحد ملي متر، اثنين ملي متر، ثلاثة ملي متر وهكذا لو عدنا هذا لكلهم رح نلاحظ أن عددهم ماذا؟ عشرة إذن أن السنتيمتر هنا واحد لكن عبارة عن ماذا؟ عن عشرة مليمتر طيب دعونا ننتقل إلى الشريحة التالية ثم سنعرف إن شاء الله طريقة تحويل بين الوحدات وباستعمال مثل هذه المصدرة نلاحظ أن طول العقد المبين في الشكل شايفيني أبطال هذا العقد؟ الآن نريد أن نقيس طول هذا العقد ما هي الخطوات؟ لابد أن أحضر مصدرة إذن الآن سوف أحضر هذه المصدرة بهذا الشكل وضعنا المصدرة بجوار هذا العقد الآن لازم أركز على نقطتين عشان أعرف أقيس بالشكل الصحيح في البداية لابد أن أحدد بداية العقد عند الصفر لاحظنا هنا؟ إذن بداية العقد وضعناه عند ماذا؟ عند الصفر مباشرة ما أروح أحط العقد هذا هنا عند الواحد وقيس لا لازم يكون عند الصفر طيب انتهينا وضعناه عند الصفر نمشي إلى نهاية العقد وين هنا؟ إذن هذا هو نهاية العقد الآن أستطيع أن أقيس طول هذا العقد نلاحظ هنا واحد اثنين ماذا؟ كلها ماذا؟ سنتيمتر طيب آخر سنتيمتر وصل إليه وهو ماذا؟ اثنى عشر طيب ممتاز إذن نقود أنه اثنى عشر سنتيمتر طيب وكم في ملي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن أربعة ملي متر إذن نحط فاصلة ونكتب أربعة بماذا؟ سنتيمتر إذن اثنى عشر وأربعة عشر سنتيمتر طيب بهذا الشكل وهو يساوي اثنى عشر وأربعة عشر سنتيمتر طيب دعونا ننتقل إلى شريحة تالية ولقراءة الملي مترات عد كل جزء أو إشارة على المصطرة حيث توجد عشر ملي مترات في السنتيمتر الواحد إذن حنا اتفقنا قبل قليل في المصطرة أنه كل سنتيمتر واحد يقابله ماذا؟ عشر ملي متر طيب الآن هذا العقد الذي أمامي سوف أقوم بحسابه ولكن بالملي متر أحسنتم إذن أقوم بحسابك مرة ثانية بالملي متر المرة السابقة حسبناه بالسنتيمتر وطلعنا طول هذا العقد الآن بنحسبه ثانية مرة ولكن بالملي متر طيب فطول العقد المرسوم أمامك بالملي مترات هو طيب لاحظنا أنه ماذا؟ في المصطرة أنه بين كل عدد بين الصفر والواحد عشر ملي متر بين الواحد والاثنان عشر ملي متر وهكذا طيب هذه عندي هنا واحد سانتي تنين سانتي ثلاثة سانتي أربع سانتي خمسة سانتي ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر هذه كلها بماذا؟ بالسنتيمتر صحيح؟ إذن كل سنتيمتر واحد يقابل عشر ملي متر إذن الآن سوف نحسب هذه العشرات هنا لدينا عشر ثم زائدا عشر يصبح عشرون ثم عشر ثلاثون وهنا أربعون ثم خمسون ستون سبعون أحسنتم ثم ماذا؟ ثمانون تسعون مئة مئة وعشرة مئة وعشرون إذن الآن أصبح لدينا ماذا؟ مئة وعشرون أحسنتم ثم تبقى لدينا هذه المسافة التي هنا ماذا تمثل؟ ها أربع ملي متر إذن أقوم بإضافة أربعة أصبح كم؟ مئة وعشرون ملي متر إذن يساوي مئة وعشرون ملي متر طيب سونا نحن سابقا 12 سنتيمتر وأربعة وعشر إذن هذا يساوي بالملي متر وهنا يساوي بالسنتيمتر يقسم المتر الواحد إلى مئة سنتيمتر هنا نلاحظ أن المتر عبارة عن ضرب مئة حتى يتحول إلى السنتيمتر طيب الآن نريد أن نحول السنتيمتر إلى الملي متر ها يا أبطال تعلمنا قبل شوي كيف أحول كل سنتيمتر كم يقابله؟ أحسنتم يقابله عشرة إذن سوف أضرب السنتيمتر الواحد في ماذا حتى يصبح ملي متر؟ في عشرة أحسنتم إذن سوف نضرب السنتيمتر الواحد ضرب عشرة حتى يساوي ملي متر وبما أن الواحد سنتيمتر يساوي عشرة ملي مترات فإن المتر الواحد يساوي إذن الآن نريد معرفة كم يساوي هذا الملي متر عن ماذا؟ إذن هنا إذا أردنا التحويل من الملي متر إلى الملي متر عبارة عن ماذا؟ إذن سوف أضرب في مية ثم رح أضرب ثاني مرة في عشرة إذن لو أردت أن أحول العدد الذي أمامي مثلا واحد إلى ملي متر لازم أحوله إلى سنتيمتر أضرب في مية ثم أضرب في عشرة إذن هو عبارة عن مية ضرب عشرة يساوي إذن بالضرب المضاعفات العشرة الأصفار تنقل إلى الناتج واحد اثنان ثلاثة أصفار وواحد ضرب واحد يساوي واحد إذن نقرأ هذا العدد ألف ملي متر إذن المتر الواحد عبارة عن ألف ملي متر ويكون طول العقد السابق طيب هاي أبطال طول العقد السابق ماذا؟ كان إيش؟ كان بملي متر صحيح؟ نريد أن نحوله إلى المتر إذن نلاحظ هنا في الرسم أريد أن أحول هذا من الملي متر إلى المتر عكس الطريقة السابقة هنا ننظر إلى اتجاه الأسهم جهة اليسار لكن هنا جهة اليمين إذن سوف أعكس العملية وأضع عملية قسمة إذن من الملي متر إلى السنتيمتر قسمة عشرة ومن السنتيمتر إلى المتر قسمة مئة إذن مئة تقسيم عشرة نقول تقسيم ماذا؟ ألف لأن هنا عبرنا عنه ماذا؟ أنه مئة ضرب عشرة تساوي ألف ضرب ألف إذن هنا سوف تكون قسمة على ألف مئة وعشرون على ألف من المتر أو يقرأ بهذا الشكل طريقة كتابة الكسورة العشرية مئة واربعة وشرون من ألف من المتر كذلك طيب الآن حنعرفنا المتر والسنتيمتر والطريقة التحويل بينهم نريد أن نتعلم طريقة التحويل إلى وحدة القياس الأخيرة ماذا تبقى لدينا وحدة قياس؟ هيا أبطال أحسنتم تبقى لدينا الكيلومتر طيب من يتذكر في الجدول في بداية الدرس ذكرنا أن الكيلومتر كم يساوي من متر؟ أحسنتم يساوي ألف إذن نقول إذا أردنا أن نحول كيلومتر إلى متر نضرب في ألف وإذا أردنا العكس نحول من المتر إلى الكيلومتر سنقسم على ألف إذن هذه هي طريقة التحويل بين الوحدات بشكل مبسط وسهل بإمكانك مراجعة هذه التحويلات لحل أي سؤال لديك بين التحويل بين الوحدات طيب ننتقل هنا لدينا نشاط بإمكانكم استعمال هذا النشاط استعمل الوحدات المترية لقياس أطوال أشياء متنوعة الخطوات انسخ الجدول الآتي ثم الخطوة الثانية استعمل المصدرة أو شريط القياس لقياس أطوال الأسناف الواردة في الجدول الأعلى ثم أملأ الجدول هنا نلاحظ الصنف طول القلم طول ورقة الدفتر طول يدك طول أسباعك وهكذا يريد ماذا أن تقيسها مرة بالمليمتر وتعلمناها التي تكون في المصدرة بين الواحد والإثنان بين الصفر والواحدة هذه كلها تمثل مليمتر واحد ثم تقيسها مرة أخرى ولكن بوحدة قياس مختلفة وهي سنتيمتر ثم تقيسها مرة أخرى ولكن بوحدة القياس المتر أو بإمكانكم أن تقيسوا هذه الأشياء ماذا؟ مرة واحدة مثلا نقيس طول القلم بالمليمتر أحسنتم؟ ثم أحول العدد الذي حصلت عليه في المليمتر إلى سنتيمتر ثم أحول مرة أخرى إلى المتر وأحصل على ثلاث قياسات مختلفة طيب هنا لدينا كذلك استعمال المصدرة إرشادات للدراسة على أدوات المناسبة يمكن استعمال شريط القياس المتري لقياس طول الأشياء الطويلة مثل ماذا؟ قياس طول الباب أو طول غرفة الصف هذه كلها أقيسها بطول أو بالمتر الأشياء الطويلة مثلا طول الصف طول الباب هذه كلها أقيسها بشريط القياس المتري نستعمل شريط القياس لقياس الأشياء الطويلة طيب هنا لدينا سؤال الأول ما وحدة القياس المناسبة لكون صلف في الجدوى الأعلى وكيف قررت أنها الوحدة المناسبة الآن سوف أترك لكم بعض الوقت لإجابة على هذا التدريب ثم نعود لاستكمال حله سويا بإذن الله شكرا شكرا طيب الآن بعدما انتهيتم من حل هذا التدريب دعونا نستعرض الحل سويا إذن لدينا ثلاث وحدات قياس ملي متر لقياس ماذا؟ الأشياء الصغيرة ثم سنتيمتر للأشياء المتوسطة ثم المتر للأشياء الأكبر إذن هذه هي ترتيب وحدات القياس المناسبة إذا أردت أن أقيس شيء صغير جدا أستعمل الملي متر حتى يكون إجابتي دقيقة إذا كان شكل متوسط بهذا الشكل أستعمل السنتيمتر إذا كان شيء أكبر أستعمل شريط المتر حتى أقيس بوحدة القياس المترية إذن هنا نلاحظ أن الإجابة قياس الأشياء الصغيرة والسنتيمتر لقياس الأشياء المتوسطة والمتر لقياس الأشياء الكبيرة وحدة القياس التي تمثل عدداً كلياً أو قريباً منه هي الوحدة الأنسب في الاستعمال سؤال ثلاثة خمّن كيف تجد طول شيء ما بالسنتيمترات إذا عرفت طوله بماذا بالمليمتر إذن هنا في هذا السؤال عندنا مثلاً عرفنا أن طول هذا الشكل مثلاً يساوي بحدة قياس المليمترات إذن مليمتر ونريد أن نحول إلى ماذا إلى سنتيمتر إذن نريد أن نحول هذا الشكل إلى سنتيمتر نريد أن نحول هذا الشكل إلى سنتيمتر ها يا أبطال ما هي الطريقة طيب خلونا نستعرض الذي ذكرناه سابقاً هذا الذي أمامي أنا أريد الآن أن نحول من المليمتر إلى سنتيمتر إذن باتجاه السهم التالي هذا السهم إذن نلاحظ أن عملية ماذا؟ واسمها على عشرة إذن إذا ردت أن نحول من المليمترات إلى سنتيمتر أقسم المعدد المليمترات على عشرة ننتقل إلى التدريب التالي رقم أربعة خمن كيف تجد طول شيء ما بالسنتيمترات إذا عرف طوله بالأمتار إذن الآن هذا السؤال جيد عندي شكل مكتوب بماذا؟ بالمتر وأريد أن أحول إلى ماذا؟ إلى سنتيمتر طيب ها يا أبطال ما هي الطريقة المناسبة لتحويل هذا الشكل؟ ذكرنا طرق التحويل من خلال الجدول السابق لدينا متر نريد أن نحول إلى سنتيمتر إذن أضرب بماذا؟ أحسنتم طيب خلونا نشوف الآن الشكل إذن نضرب بمئة خلونا نشوف الشكل أردنا أن نحول من المتر إلى سنتيمتر إذن بهذا السهم ضرب بماذا؟ بمئة طيب لدينا هنا تدريب رقم خمسة نقرأ التدريب اختر ثلاثة أشياء ضمن محيط صفك يمكن قياسها بالأمتار وثلاثة أشياء يمكن قياسها بالسنتيمترات وثلاثة أخرى يمكن قياسها بالمليمترات وفسر اختياراتك طيب الآن في هذا السؤال لدينا ثلاثة أشياء مطلوبة خلونا هنا نركز عليهم عشان نستطيع أن نحددهم من هذا ثلاثة أشياء يمكن قياسها بالأمتار وثلاثة أشياء يمكن قياسها بالسنتيمترات وثلاثة أخرى يمكن قياسها بالمليمترات الآن أترك لكم هذا النشاط لبعض الوقت للإجابة عليه ثم نسترجع ونقوم بحله سويا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقمتم ببحث عن الإجابات نريد ثلاثة أشياء بماذا؟ بالأمتار نريد أن نقيس ثلاثة أشياء باستعمال المتر لو بحثنا في الصف سوف نجد الصبورة وكذلك المكتب وطول الباب هذه كلها يمكن قياسها بالمتر إذن فمثل الصبورة وطول الباب طول باب الفصل وكذلك المكتب يمكن قياسها بالمتر طيب نريد الآن ثلاثة أشياء بالسنتيمترات فمثل الممحاة وطول القلم والمصطرة تقاس بالسنتيمترات إذن إذا جينا هنا لدينا هذا القلم نريد أن نقيس طول هذا القلم استعمل المصطرة حتى نعرف طول هذا القلم إذن بوحدة ماذا؟ بالسنتيمترات وكذلك لدينا الممحاة والمصطرة كلها تقاس بالسنتيمترات تبقى لدينا المليمتر مثل طول دبوس المكتب وسمك القلم وسمك الدفتر إذن هذا القلم لو أردنا أن نقيس سمك هذا القلم بهذا الشكل سمك إذن من الأعلى إلى الأسفل بماذا؟ بالمليمترات نلاحظ أن الشكل هنا أصبح صغير جدا إذن استعمل المليمترات بحمد الله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ونراكم بإذن الله في دروس قادمة في مادة الرياضيات ترجمة نانسي قنقر